ارتفعت فاتورة التقاعد الحكومي خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4.5% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي أرقام وزارة المالية أظهرت أن عدد المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري في أول شهر من العام الحالي بلغ 351.563 متقاعدا قيمة فاتورتهم التقاعدية 112.900.000 دينار في حين بلغ عدد المتقاعدين في شهر الأول من العام الماضي 340.429 متقاعدا قيمة فاتورتهم التقاعدية 108.000 دينار وبحسب أرقام المالية فإن الجزء الأكبر من المتقاعدين خلال شهر الأول من العامين 2018-2019 هم متقاعدون أصليون حيث بلغ عددهم في أول شهر من العام الحالي 243.233 متقاعدا أصيلا مقابل 108.330 متقاعدا وريثا في حين بلغ عدد المتقاعدين الأصيلين في الشهر الأول من العام الماضي 236.493 متقاعد مقابل 103.936 متقاعدا وريثا أما فاتورة التقاعد فالجزء الأكبر منها للمتقاعدين الأصيلا حيث بلغت 98.5 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي مقابل 14.400.000 دينار للمتقاعدين الورثاء أما في الشهر الأول من العام الماضي فقد بلغت قيمة فاتورة المتقاعدين الأصيلا 94.9 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار للمتقاعدين الورثاء في ذات الشهر ترجمة نانسي قنقر